أكد وزير المالية محمد معيت أن بلاده تتطلع بانضمامها لبنك التنمية الجديد إلى أفحاق وعدة للتعاون الإلمائي وعقد الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف مع دول تجمع البريكس على نحو يسهم في تعزيز جهود تضامن الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وكان بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول البريكس ويتخذ من مدينة شانجهاي فالصين مقرا له أعلن انضمام مصر رسميا لقائمة أعضائه لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى وهي البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب إفريقيا وينضم إلينا من إسطنبول الدكتور أحمد ذكرالة الخبير الاقتصادي أهلا بك معي دكتور أحمد وخلينا نبدأ الحقيقة إلى أي مدى انضمام مصر إلى البنك ممكن يكون مفيد لاقتصادنا الوطني مع العلم ووضع ده في اعتبارنا أن مصر لديها بالفعل علاقات طيبة واتفاقيات متعددة مع الصين ومع روسيا فإيه اللي ممكن يضيفه هذا الانضمام؟ تحيات لحضرتك والقصة البرنامج والاستاذ المشاهدين طبعا هو مفيد ولكن مفيد بشروط بمعنى أن أولا يجب أن نفرق ما بين الانضمام لمجموعة البريكس والانضمام لبنك التنمية التابعة للبريكس صحيح أن البنك كبير صحيح أن رأسه ماله 100 مليار دولار ولكن هناك شروط لكي يمكن لمصر أن تستفيد تم تداول اليوم أو هناك نعمة من أنواع التفاؤل الكبير الذي أتفك مع جزء كبير منه أن الانضمام لهذا البنك يمكن أن يكون منفزا للحصول على كروض جديدة على سبيل المثال وأن يكون منفزا أيضا لزيادة الصدرات المصرية إلى الخارج وأن يكون منفزا لزيادة أعداد السياح القادمة إلى مصر لا سيما في ظل تطلع الدولة المصرية للحصول على 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات قادمة ولكن كل هذا مشروط بمعنى أنه لو حللنا مثل هذه الأمور على سبيل المثال الكروض كلنا نعرف أن مصر مرتبطة باتفاقيات مع الصين ومع روسيا زي ما حركت تفضلت منذ قليل ولكن هناك اشتراطات يجب أن لا تأخذنا هذا التفاول أن هذه الدول ستلك الأموال هكذا جزافر خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها مصر أزمة مالية حادة وإلى حد ما نوع ما من أنواع الرقود الاقتصادي الداخلي فبالتالي كلنا نعرف التجربة الصينية مع الدولة الإفريقية والتي صادرت فيها الصين العديد من ممتلكات الاستراتيجية للدولة الإفريقية التي عجزت عن السداد وبالتالي التعويل على وجود منفز جديد للكروض المصرية عبر هذا البنك أعتقد أنه يتوافق مع شروط معينة أيضا على سبيل المثال زيادة السياحة نعرف أن الصين والهند والروسيا والبرازيل المكونات الرئيسية لهذا التجمع هي دول كسيفة السكان ويمكن أن تؤثر تأثيرا كبيرا في عدد السياح ولكن السياحة القادمة إلى مصر ولكن السؤال الرئيسي هل البنية الأساسية السياحية في مصر تتحمل زيادات كبيرة في السياحة على سبيل المثال الدول الأخرى التي تستقبل 40 و50 مليون سائح يوجد بها عشرات الألاف بل مئات الألاف من الفنادق هل توجد هذه الألاف يعني على سبيل المثال تركيا عندما تستقبل حوالي 50 مليون سائح في العام الماضي يوجد بها ما يقارب 25 ألف فندق في اسطنبول 20 ألف فندق آسف في اسطنبول فقط بينما مصر كلها لا يوجد فيها 5000 فندق إذن المشكلة أن هناك شروط لكي يمكن أن تستفيد مصر أيضا موضوع الصدرات على سبيل المثال مصر مشكلتها ليست في إيجاد منافذ ليس فقط طبعا ليس فقط في إيجاد منافذ لزيادة الحصة التصديرية لها في الأسواق العالمية ولكن المشكلة الرئيسية في حجم الإنتاج الذي تنتجه مصر مصر تنتج ولكن في أشياء كثيرة اقتصاد كبير متنوع غير تقليدي ولكنه أيضا في الأساس هو الاقتصاد صغير بمعنى أنه لا ينتجه كبير متنوع لو بصنا للبضوع بشكل أوسع من كده وفيه اقتصاديين بيقولوا أن الهدف الرئيسي من وراء البنك نفسه بنك اللي انشأته هذه الدولة للمجموعة البريكس هو تقليل الهيمنة الغربية على المؤسسات المالية الدولية فبانضمام مصر لهذا البنك هل من الممكن أن نتوقع أنه هيؤثر على علاقاتها الاقتصادية بالمؤسسات المالية الغربية التي نتعامل معها زي صندوق النغض والبنك الدولي وإلى آخره وهل من الممكن أن يؤثر أيضا على علاقتها بأوروبا وإلى أمريكا واضح بالفعل أن هذا توجه مصري إلى حد كبير والخروج من الهيمنة هو هدف ولكن للأسف في الفترة الأخيرة وقعت مصر تحت طائلة صندوق النغض الدولي ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك سواء في القروض التي بدأت منذ أواخر عام 2016 القرد الأول أو الثاني أو حتى القرد الأخير والذي توقف الشريحة الثانية منه مؤخرا وبالتالي الخروج من هذه الهيمنة الاقتصادية في أشكالها المتعددة ومن بينها الحصول على التمويلات الدولية سواء لأغراض السسمار أو لأغراض سد عجزة أو الفجوة التمويلية الموجودة في البلدان هي أغراض مهمة ومهمة للغاية ولكن في ظل هذا الاستكتاب الدولي ووجود حرب ما يمكن أن نسميه حرب تجارية باردة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وحرب ساخنة ما بين الغرب كله بقناة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أعتقد أن الانحياز انحياز مصر أقصد انحياز مصر لأحد هذه الأطراف سواء الصين أو الروسيا الانحياز السافر ويمكن أن يؤدي إلى تبعات اقتصادية أكبر لأن ما زالت أوراق اللعبة الاقتصادية في مصر إلى حد كبير إما في أياد العالم الغربي الهيمنة الغربية بالمؤسسات الغربية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أو على الجانب الأخرى الدول الخليجية والتي أيضا تربطها مصالح كثيفة وعميقة للغاية مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وبينهما علاقات اقتصادية متشابقة للغاية وكثير من الأمور يقول القرية العربي الخليجي هل واقعيا مصر تستبدل الاحتياط النقدي بسلة عملات مختلفة عوضا عن الدولار يمكن طبعا ومصر زي الكثير من الدول التي دأبت في الفترة الماضية على سبيل المثال زيادة كمية الذهب في الاحتياطيات وزيادة كمية العملات الأخرى من الاحتياط المشكلة في الاحتياط ولكن المشكلة في مصر أن معظم الاحتياطي حوالي 80 إلى 90% منه هو لودائع خليجية موجودة بالدولار لا يمكن تغييرها على سبيل المثال وبالتالي فنحن أمام وضع احتياطي هو قليل لأنه حوالي 31 إلى 32 مليار دولار فقط وهو أيضا مملوك في معظمه للدول الخليجية في ودائع مختلفة ولا يمكن لمصر لأنه لديها هامش حرية كبيرة في تحقيق هذا الاحتياط ولكن من المؤكد أن الانضمام لمثل هذه المؤسسات سواء بنك التنمية التابعة للبريكس هذا يمكن أن يعطي نعمة من أنواع الزخم يمكن أن يعطي نعمة من أنواع الزخم في التبادل بالعملات المحلية على سبيل المثال وهذا أمر مهم للغاية كما أنه يمكن أن يعد عتبة أو خطوة في الطريق للانضمام إلى المؤسسة الكبرى وهي مؤسسة البريكس وهذه هي خطوة مهمة للغاية للاتصال المصري ويمكن من خلال التبادل وأنا أعتقد أن التبادل هنا أن يتوقف على أمور السياحة والصدرات وإنما يمكن أن يتخطى ذلك إلى تكتيف التعامل في المجالات التي فيها خبرات نوعية يمكن أن تعتمد عليها مصر في هذه الدول من هذه الدول وتنقلها إلى الداخل المصري خاصة في صناعة مثل صناعة السيارات الاربائية وغيرها التي تنوحها بشكرك كنت معنا من اسطنبول دكتور أحمد ذكرالة الخبير الاقتصادي شرفتين يفن شكرا للمشاهدة